في يومنا الأول من العام الجديد سنحاول استقباله بأمال وطموحات جيدة وإيجابية فعام 2020 لم يكن سهلا ولا يشبه أي من إخوانه السابقين في نهاية كل عام نرى العديد من الأشخاص الذين يؤكدون أهمية كتابة مخططات وأحلام العام الجديد ليتم تحقيقها وبسبب كورونا تأجلت العديد من الخطط والبعض استثمر وقام بوضع خطط جديدة تناسب الأوضاع التي كنا نمر بها ولازلنا نمر بها لا يزال الوضع الطبي غير مكتمل للملامح فكيف تحدد أهدافك فعليا لهذا العام في ظل ظروف استثنائية هذا ما سنحاول أن نجيب عليه اليوم مع مدرب المهارات الحياتية سائد يونس لكن بداية سنستبع إلى إجاباتكم وماذا تعلمتم من 2020 لنرى والله تعلمنا كتير شغلات منها الاقتصاد منها نروع البيت بكير والنام بكير مع سياسات الحجر والقوانين الجديدة اللي انفرضت بخصوص موضوع كورونا تعلمنا أنه ما نطلع كتير متأخرين بالليلة تعلمنا أنه خلص أكل البيت ما في بعده يعني كتير شغلات اقتصادية أكتر من أنه صار فيها انضباط نروع ساعة 9 نروع ساعة 6 نروع ساعة 7 مع القوانين الجديدة كلها تعلمنا أيضا أنه في عادات كتير مش كويسة عندنا يجب أن نغيرها يجب أن نتراعى فيها في عادات اجتماعية غلط كانت عندنا كانت تسبب أعباء كبيرة علينا 2020 وعزمة كورونا لسنة لا تنسى علمت أنه في بعض العادات يجب أنه شوي نحاول نغيرها للأفضل تعلمنا الصمر بعشرين عشرين عشرين العشرين تعلمت منها كتير شغلات أنه الواحد ما بعرف شو بيصير معاه في الحياة لأنه فجأة بيوم وليلة سكرت كل الأردن واللي صارت الصور في الحياة كتير صعبة فالواحد لازم يكون مؤمن حاله ومرتب أموره لنه ما بعرف الدينة شو بيصير معاه فيها السراحة سنة عشرين عشرين كانت سنة عادية بالنسبة إلي لأنه إحنا منطقة شوي بعيدة عن المدينة وهيك فكانت سنة عادية يعني ما اختلف علينا إشي اللي تعلمناه إنه أهم شغلة الناس توقف مع بعض وتساند بعض يعني تعرضنا لكتير أزمات بس هاي الأزمة كبيرة ولازم الناس توقف مع بعض هاي أهم شغلة بصراحة تعلمت إنه نقدر الأشياء اليومية اللي إحنا معتدادة لها تعلمت إنه في ناس دايما كنا نشوفهم وكنت أعتبرها إشي عادي بس بعدين بألفين وعشرين لما أنا نحرمت منهم صرت أحس إنه واو إنه لازم نحافظ على علاقاتنا أكتر من هيك والشغل اللي نعتبره إشي عادي ويومي طلع لازم نحمد الله عليه إذن أستاذ سائد يونس مدرب المهارات الحياتية نمعنا لنجيب أو نطغي بعض الإيجابية على أوضاع استثنائية أهلا وسهلا فيك صباح الخير أستاذي صباح الخيرات وكل عام وأنتم والمشاهدين بألف خير أهلا وسهلا فيك أستاذ سائد أنا بدي أحاول أتقمص أو خلينا نحكي أكون طبيعية زي غيري من الناس وأحكي لك أنه الأوضاع أصبحت لا تحتمل الأوضاع الاقتصادية مش عارف أنا من وين بدي أجيب ولا أجيب ولا ألحق الراتب للنص الأجواء حوالي كل ياتها ناس سلبيين دائما عم بيحاولوا أنهم يخرجوا من هذا المأذق اللي إحنا فيه النفسية وكل الناس مخنوقين فأنا مش عارفة وين ممكن أني ألاقي بعض الإيجابية في ظل كل هذه السلبية الأفق والطموح والمستقبل غير واضح بالنسبة لإلي كيف بدأ كاني أفكر بالإيجابية فعليا يعني أكيد هي التساؤلات مشروعة وبتواجه الكثير من الأشخاص وخصوصا بعد العام اللي كان مثل ما تفضلت الصعب اللي مرينا فيه وهنا الناس مرات بيخربط لما نحكي له أنت بدك تكون إيجابي بيفكر أنه إيجابي أنه أنا أتناسى الواقع وأحلام وردية ودائما هيك حتى بنسمع هذا التعليق أنه لا يا أخي أنت تفكر الفراشات تطير والعصفير تزقزق والأحلام الوردية هذا الكلام ما بينفع لأنك أنت تكون إيجابي حقيقة مش أنك أنت تكون خارج عن الواقع أو منفصل عن الواقع تكون إيجابي هي بمعنى أنك أنت تكون مفرط في الواقعية حتى يعني أنا فاهم الواقع فاهم أنه أوكي صار فيه تحديات لكن في نفس الوقت فيه فرص أيضا دائما فيه وجهين للعملة الواحدة فيه مشكلة لكن الوجه الآخر لهذه العملة فيه الحل وفيه الفرصة فأنا أني أكون إيجابي بالسنة الجديدة هي أنه أفهم واقعي صح أكون عارف ظروفي إيش هي الظروف من حولي شو هي وبرضو أفكر بأهدافي أنا إيش بدي من حياتي وشو بدي أعمل وأوازن ما بين الجهتين بحيث أني أنا أصل إلى أهدافي غلي نحكي بأسرع وقت وبأقل مجهود وبأقل الخسائر أنه أنا ما أظل واقف محلي ما أظل أكرر نفس أخطاء السابق نعم وستاذ سائد يمكن في فكرة مغلوطة فعليا بفكرة أنه الإيجابية تأتي من التوقعات أن تأتي كل الفرص في الحياة حسب توقعاتي أنا متوقعة أني أدرس هذا التخصص ودرسته زي ما أنا توقعت فأنا ماشي على الطريق الصحيح بلاء الوظيفة اللي عم تستناني لما أفود على مكاني بدي أعمل فيه مقابلة رحيين بهروا الناس فيي أول ما يشوفوني فأنا بفكر بإيجابية بشوف مش هيك الإيجابية فعليا إلى أي مدى نحن قادرين أن نرى الشيء المضيء في أشياء معتمة أصلا لو هي كلها مضيئة كان ما في حدا تميز عن حدا فعليا لكن التوقعات وبناء التوقعات وأن يكون الهدف أبعد من السيناريو إلى أي مدى يجب أن أتدخل في السيناريوهات الموجودة كل يوم بيومه ولا أكون عائق مثل كثير من الأشياء من حولي يعني هو الموضوع قد يبدو منطقيا يعني إحنا لما نتحدث عن هذه الفكرة هي فكرة فعلا منطقية ومثل ما بسبب الإنجليزي common sense ولكن لما نيجع على التطبيق وعلى أرض الواقع نلاقي الموضوع مختلف شوي الآن إحنا في حياتنا العادية إحنا أريد أن نتعامل بهذه الطريقة يعني لو أنا بدي أطلع مشوار مثلا من عمان إلى العقبة وأنا إيجابي وأنا متفائل والطقس جميل وشغلت السيارة وانطلقت الآن ما بقدر أتوقع إيش هيكون فيه على الطريق ممكن فيه تحويلات ممكن فيه لا سمح الله حادث أو فيه مشكلة فأنا أوكي أنا إيجابي ومتفائل والجو جميل لكن هذا لا يعني أنه أنا أول مشكلة تواجهني أني أتنكد وأرجع مكاني بدي أعرف أتعامل معها فهي فكرة الإيجابية وفكرة النظر إلى الواقع بإيجابية هاي مهارة إحنا من نتعلمها وممكن كأباء وأمهات إحنا ندرب أطفالنا عليها لما نصحى الصباح يا الله ما شاء الله الشمس جميلة أو النسائم الجميلة في الصباح هاي الأشياء البسيطة اللي مثل ما ذكروا بعض الأخوة في التقرير إحنا افتقدنا الأشياء البسيطة سابقا إيجاد سنة 2020 حتى ترجعنا إلى الأساسيات حتى نقدر النعم والأشياء اللي كنا نفكرينها تحصيل حاصل اكتشفنا أنه لا حتى تطلع من البيت ليست تحصيل حاصل حتى أنك تطلع في سيارتك بفترة من الفترات شيء كان غير ممكن فهذه المتع البسيطة والأشياء الحياتية البسيطة لما نقدرها ونشعر بالامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى راح تفتح عيوننا على المزيد من الفرص راح نكون إحنا جاهزين لرؤية الفرص لأن هذه الفرص موجودة الفرص موجودة أمامك لكن أنت أحيانا تكون انتقائي في النظر فقط إلى السلبية نعم طيب خلينا نكون إيجابيين فعليا ولكن أيضا الإيجابية تحتاج إلى مهارات حتى أستطيع أن أخطط حتى أستطيع أن أشخص المشكلة حتى أستطيع أن أختار الهدف في ظل كل هذه الظروف كيف من الممكن أن أمتلك هذه المهارات فعليا الآن جميل في هذه السنة الجديدة أنه إحنا نغير تركيزنا من أهداف الامتلاك إلى أهداف الكينونة خليني أشرحهم عشان ما نبين عن فلسف الأمور أهداف الامتلاك يعني أنه أنا بدي كذا بدي بيت بدي السيارة بدي بدي هاي بيكون عندي وأهداف الكينونة أنه أنا بدي أصير كذا أنا بدي أصير إنسان منظم أكثر فبدي أركز على تنظيم وقتي أنا بدي أصير أستيقظ صباحا بدي أصير عندي لياقة بدنية أكثر أمتلك أنا العادات الإيجابية والصفات الإيجابية اللي راح تخليني أوصل لأهداف الامتلاك يعني أنا لما أصير شخص إيجابي لما أصير شخص بعرف أنظم وقتي لما أستيقظ مبكرا في الصباح ولما أكون نشيط وأعرف أنا أحط مهامي اليومية وأنفذها هذا كله يعني بالضرورة أنه أنا راح أوصل لأهدافي اللي بدي أمتلكها بشكل ممكن سميها حتى تحصيل حاصل وهيك هيك راح أوصل فنركز بهذه السنة عشان ما نشتت حالنا يا ترى أنا شو في صفات إيجابية شو في عادات إيجابية بحب أنه تكون عندي بحب أنه أنا أكون هيك أتغير أصير إنسان أفضل وأركز على امتلاكها أحط خطة بسيطة ممكن كل ثلاث شهور وهي إن شاء الله يعني ممكن نتحدث أكثر عنها لما نحكي عن موضوع تحديد الأهداف أنه أنا ما أحدد أهداف للسنة كلها ده أركز على أهداف ربع سنوية كل ثلاث شهور وحط لها لهدف معين على الجانب الشخصي على الجانب الاجتماعي جوانب المختلفة وأسعى لتحقيقه خلص الثلاث شهور براجع بقيم ومن ثم بعد الأهداف أو بضيف إلها للثلاث شهور البعدها وهكذا طيب أستاذ سائد يعني خلينا نكون واقعيين الكثير من الأشخاص أصيبوا بخيبات أمل في حدا كان عنده مشروع حقق في أحلامه واللي كان عم ببنيها على مدار سنين وفقدها في يوم وليلة أحيان وأحيان أخرى هناك أعمال بأنه في بعض الأشخاص يعني يجدوا فرص كثيرة خارج البلاد مثلا والآن أصبحت الصورة قاتمة وهذا الأمال اللي كانوا بنيين عليها في الربع الأول أو الثاني أو الثالث هذا هو هيك بده يصير فمن أين يبدأ هذا الإنسان اللي حاسس بكل هاي المشاعر من الخيبة؟ نعم نعم الآن الخيبة خيبة الأمل هي ببساطة عبارة عن الفجوة ما بين الواقع والتوقع يعني أنا متوقع كثير أشياء تصير أنا بدي كل شيء يكون على مزاجي لكن هذا ما بصير في الواقع وتجري الرياح وبما لا تشتهي السفن مثل ما بيحكوا في بيت الشعر فالآن أنا طالما عندي توقعات كبيرة والواقع ما يجع على مقدار هذه التوقعات فأكيد رح أنصدم أكيد رح تصير عندي خيبة أمل طيب شو الحل؟ الحل أنه أنا أركز على ما في يدي على ما في الإمكان تغييره مني أنا شخصيا بمعنى لو أنا حط لحالي أهداف ووكي بدي أسافر مثل ما ذكرتي لكن المطارات كلها مغلقة ما في سفر أصلا فهذا التوقع رح يصدمني لأنه أنا كل أمالي معلقها على السفر مثلا طيب صار في ظرف عالمي صار في جائحة صار في تحديات صار في ظروف اقتصادية كل هاي لازم أنا أخذها بعين الاعتبار وأغير من وجهة نظري أكون مرن ما أتوقع أركز أنا شو بقدر أنا اليوم أعمل إيش اليوم بعمل أنا ما بقدر أطلع من بيتي مثلا اليوم الجمعة في حظر منزلي أنا جالس في البيت طيب أنا بقدر أجلس مع أولادي quality time أقضي معهم وقت جميل أحكي معهم نعمل إشي مشترك داخل المنزل شوي أقعد أخطط للأسبوع الجاي أو للشهر الجاي فأركز على التنفيذ أنا بذلت اللي بوسعي خلاص إذا أنا عملت اللي علي وهذا الشيء المهم نكون إحنا مركزين عليه إذا أنا عملت اللي علي أكون راضي نفسي وراضي ضميري وراضي ربي سبحانه وتعالى إذن خلاص إيش ما بصير في ظروف إيش ما بصير في تحديات بوقتها إن شاء الله بقدر أتعامل معها وبكون مرن بيكون عندي مرونة أعدل وأضبط حسب ما يقتضيه الواقع فأنا أركز إيش بقدر في الإمكان بإيدي أعمله أعمله لكن الناس للأسف منشوف الشخص اللي بتصيبه خيبات الأمل الكبيرة هاي لما نيجي نشوف إيش هو عمل إيش أنت عملت على أرض الواقع بيكون لم يفعل الشيء الكثير فهو فقط كان متخيل شيء صورة معينة في ذهنه ما إيجت على هوا فقعدوا حاطئلوا على خد وصار يشكي لكن في أشخاص آخرين مروا بنفس التحديات ولم تواجههم نفس المشكلات اللي أنت واجهتك لأن نستطاع أنهم يتعاملوا معها بطريقة مختلفة نعم أستاذ سائد بعض الأشخاص لا يملكون رفاهية وضع الأهداف لا يملكون الوقت لأنهم مش ملحقين مش ملحقين طعم أولادهم أحيانا مش ملحقين هم يفكروا ب مثل ما بيقولوا الحياة اليومية وأعباء الحياة اليومية هذا الصخب الذي أصبح موجود في حياتنا اللهثة وراء يعني لؤمة العيش يوم بعد يوم إلى أي مدى فعليا رح تبقي بعض المساحة لبعض الأشخاص لوضع الأهداف أكيد أنا بشكرك على سؤالك وهو سؤال مهم جدا وخليني أجاوب عليه بمثال لنفرض أنه في شخص مثال عمان العقبة اللي حكينا أنا بدي أطلع ومستعجل وعندي شغل أنا فعلا أنا بركض وراء رزق أولادي مثل ما بيحكوا الناس طيب أنا مش مستعجل ولا توجد لدي رفاهية الوقت أني أنا أوقف على محطة البنزين حتى أعبي السيارة بنزين أنا مستعجل التشابه منطقي أنه أنا لإني مستعجل فأنا يفترض أني أكون أحط أهداف صحيحة عشان ما أظل أركض في الطريق الخاطئ لإني مستعجل بدي أوصل بسرعة إلى جهتي بالسيارة فأنا لازم أتبع معايير السلامة المرورية لقدر الله حتى ما يصير معي أي مشاكل أو حوادث لإني مستعجل الناس بيعكسوها لإني مستعجل أنا خلاص ألغي التفكير يعني وأنطلق بدون أي تخطيط وأي تفكير وهذا شيء غير واقعي وغير منطقي لإني مستعجل ولأن الحياة بتسحبنا مشاغل الحياة بتسحبنا الظروف بتسحبنا إلى أماكن إحنا يمكن ما فكرنا أنه راح نروح عليها بيوم الأيام فلإني مستعجل أنا لازم أخذ الوقت أني أوقف الآن وأعيد النظر في حياتي أقيم أنا يترى هل أنا راضي عن حالي أنا اليوم بنفس المكان اللي كنت أحلم أنه قبل عشر سنين هل أنا فعلا وصلت لهذا المكان طيب أنا وين بدي أكون بعد عشر سنين من الآن بدي أضل محلي إذا الجواب نعم أنا بدي أضل محلي خلاص ما في داعي أخطط ما في داعي أحط أهداف ما في داعي أعمل أي شيء ولكن لو الجواب لا أنا بدي أكون بمكان مختلف وإن شاء الله يكون مكان أفضل وأكثر وفرة وأكثر سعادة إذن أنا لازم أخذ الوقت أصنع الوقت مش راح ألاقي مش راح حدا يعطيني وقت زيادة في اليوم بدي أصنع الوقت أني أتوقف أخذ نفس أعيد النظر فيما حولي إيش أنجزت لأين بدي أروح وبناء على ذلك أعيد تطبيط المسير والانطلاق من جديد لأني مستعجل لأنه ما عندي رفاهية أني أضيع المزيد من الوقت في أهداف عشوائية كل عام وأنت بخير وصحة وكل الناس بإيجابية وفرح وهناك دائما الوقت لكل شيء يعني يفيد وأنتم بألف خير شكرا لك سائد يونس ودرب المهرات الحياتية صباح الخير